استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس وزراء ايثيوبيا ابي احمد لاستئناف المناقشات بينهما وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الزعيمين جدد تأكيد اراداتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وثقافيا انطلاقا من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الشقيقين بما يسهم بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والامن في المنطقة وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة وناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة اليوثيوبي حيث اتفقا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر واثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله واتفقا على بدل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال اربعة اشهر واضف متحدث رئاسة ان اثيوبيا اوضحت التزامها اثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي الفين ثلاثة وعشرين الفين اربعة وعشرين بعدم الحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان بما يوفر الاحتياجات المائية لكل البلدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة